ثمانية أشخاص مسرعهم وأصيب ما لا يقل عن 22 آخرين بجروح من بينهم تسعة في حالة خطرة في حدثة سير وقعت صباح اليوم في ضواحي مدينة ورززات التفاصيل في روبرتاج لحسن بالعليم والتحرير لعمر أجراري شهر أبريل هو الأكثر دموية بطرقاتنا هذه السنة مرة أخرى حادثة سير بنواحي ورززات وقعت هذا الصباح نتيجة انقلاب حفلة للركاب على بعد 45 كم عن المدينة الحادث أصفر عن مقتل تمانية أشخاص وجرح 22 آخرين حالة تسعة منهم خطرة أخي قالت السرعة هي اللي درتها الشيء السرعة ليس جاي ضاير عيامتي يقلس على البيضة لو داك شيء فرانا للولاة الثانية تتقلب دار كان غادي الولززات ولا غادي المراكش خمسات دورة يدار بين وقد تم نقل الجرحة إلى المستشفى الإقليمي سيد حسين بوردزات فيما تم نقل أربعة جرحة وصفت حالتهم بالحرجة بوسطة المروحية إلى مراكشة من أجل متابعة حالتهم الصحية بمستشفى محمد السادس استقبل مستشفى سيد حسين منذ ساعة السابعة والنصف من صباح اليوم 22 جرحة منهم تسعة في حالة حرجة و12 جروحهم خفيفة كما تم تسجيل حالة وفاة هنا بالمستشفى ومن بين الحالات البلغة تم إسعاف أربعة حالات بالمروحية نحو مستشفى محمد السادس بمراكش وأفدت السلطات المحلية أن الحادثات وقعت ترانقلة بحافلة للقل المسافرين تربط بين مدينتي ورزازات ومكناس بإحدى المنعرجات ولم يتم بعد تحديد سبب وقوع هذه الحادثة ترجمة نانسي قنقر